أشاد جلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاء في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس بالتعاون الإيجابي الفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأشار جلالة الملك المفدى في خطابه السامي إلى ما ينتج عن هذا التعاون من مشاورات ومناقشات بناء بهدف وضع الحلول الفعالة ومراجعة وتطوير التشريعات بات الأولوية أنه لا يسرنا بهذه المناسبة الطيبة أن نشيد بالتعاون الإيجابي بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني الذي أصبح من تقاليدنا الوطنية وننظر إليه بعين الارتياح لما ينتج عنه من مشاورات ومناقشات بناء بهدف وضع الحلول الفعالة ومراجعة وتطوير التشريعات ذات الأولوية هذا فضلا عن الدور الكبير الذي تتولاه وفود المجلس في إبراز صورة البحرين في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في الأقطار الشقيقة والصديقة إشادة ملكية سامية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية تؤكد مواصلة الجهود والمساعي الرامية لتحقيق تطلعات جلالة الملك المفدى بترسيخ دولة القانون والمؤسسات واستمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات لصالح تطور ونماء مملكة البحرين على الصعود كافة وإبراز صورتها المشرقة فهذا التعاون الإيجابي ما هو إلا دليل على التمسك بنهج الإنجازات المتواصل والبناء على ما تحقق من مكتسبات لضمان الاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة بروح الفريق الواحد بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لوضعه أفضل الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع التنموية التي ستنعكس إيجابا على التنمية في مملكة البحرين فالسلطة التشريعية تبدل قصار جهدها لتطوير منظمة القوانين والتشريعات التي دائما ما نرى منجز على أرض الواقع ولتكون ضمان أساسي لإقامة التوازن والخروج بقرارات بصورة مثالية تصب في صالح الوطن والمواطنين وتلبي احتياجاتهم إلى ذلك تسهم الاجتماعات واللقاءات التنسيقية المشتركة بين أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية في تجاوز التحديات ووضع أفضل الخطط والبرامج للوصول لتوافقات ووجهات نظر تدفع بمزيد من التشريعات الداعمة لتنمية مختلف القطاعات والمجالات التي تحقق الازدهار لهذا الوطن وفي كل مرحلة من مراحل العمل الوطني تعمل السلطتان بكل عزيمة وقوة على تحقيق رؤى عاهل البلاد المفدة من خلال التعاون والتنسيق المستمر ضمن مسيرة النهضة المباركة لمملكة البحرين تحت لواء دولة المؤسسات والقانون طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين